يعني التلتش بتاعي شوية لأن أنا أصلاً كنت بدرس في معهد العالم موسيقى العربية فطبعاً حاجات الشارئي دي شوية لازم برضو أدخلها في جملة مفيدة طيب أنت أميال للايه؟ أنت درستي المعهد العالم موسيقى العربية أنت أميال روضة أميال للايه؟ للمزيكة زي بتاع الدليدة أو تغني فرانك سيناترا أو هكذا؟ ولا شارئي؟ أنا الاثنين أنا كله بصراحة يعني أحب أغني كل الأنواع وبحب نوع جداً أحب أعمل هذا المزيكة ده أحب قوي يعني عشان أحس أنه المزيكة شوية ما لها الشروط يعني كل واحد بطريقته لازم يحط البصمة بتاعته فيها وأنا قريتي كمان بغني أوبرا فبالنسبالي لما حطت الحاجتين مع بعض الغربي والشرقي مع بعض بطريقة معينة حيبقى كويس مش هيبقى في حاجة نشاز أو البلاتنين مش حابين بعض كده وإحنا سمعناك كمان في موكب المميوات صحيحنا كنا دايما نعنينا على الترجمة بتاعت الغنى يعني بالنسبالنا الكلام جديد علينا بالرغم أنه ده الكلام الأصلي بتاعنا يعني كشعب وحضارة يعني وده هيخيني برضو أسألك الاختيارك أو اختيارهم ليكي في موكب المميوات تحكي لحدوتة دي الأول قبل ما هنكمل هنا لأن أنا لازم هسمع هنا كتير احنا بصراحة كلنا كنا اختارونا بعناية جدا من أحسن الأصوات الموجودة في دار الأوبرة المصرية لأن الحدث كان عالمي ومش ما تكررش يعني بعد كده وقبل كده يعني ما كانش موجود قبل كده بصراحة حاجة بالضخامة دي صحيح وكانوا بجد مركزين في التفاصيل جدا جدا وكل واحد كان بيشتغل بشغف أن العمل دي يطلع حاجة محد شافها قبل كده يعني خالص فكان الاختيار فعلا مايسترو نادر عباسي كان طبعا يعني مايسترو العالمي نادر عباسي كان بصراحة بيختار الناس بعناية جدا لأنه كان عايز كالر معين في الصوت وكان عايز ناس بتغني بطريقة معينة في الأوبرا وناس قريدي كان بيغنوا كاكواير كاكابيلا أو أنهما كرة للأوبرا أنهما عارفين يغنوا كلهم مع بعض عشان الموضوع يطلع بالروح دي